فليكن Px يساوي 24x أس 24 زائد المجموع من J يساوي 1 حتى 23 ل24 ناقص J ضرب X أس 24 ناقص J زائد X أس 24 زائد J ولتكن Z1 وZ2 حتى ZR هي الأصفار المميزة لP لX وليكن ZK تربيع يساوي AK زائد BKI لK يساوي 1 حتى R وهذا يعني أن AK زائد BKI هي مربع كل من الجذور Z1 حتى ZR حيث I يساوي جذر سالب 1 وAK وBK هي أعداد حقيقية وليكن المجموع من K يساوي 1 حتى R للقيمة المطلقة لBK يساوي M زائد N ضرب الجذر التربعي لP حيث M وN وP هي أعداد صحيحة وP لا يقبل القسمة على الجذر التربعي لأي عدد أولي وهذا يعني أن السؤال قد أعطاكم هذا الجذر التربعي في أبسط صورة جد M زائد N زائد P إذن هذا المجموع الثاني هو مجموع القيمة المطلقة للأجزاء التخيلية من الجذور المربعة أي الجذور التي تم تربعها لأن BK هو الجزء التخيلي من مربع الجذر K لأن K هو جزء تخيلي وهذا يعني أن عليكم إيجاد القيمة المطلقة للجزء المتخيل من الجذور المربعة وإيجاد مجموعها لحل السؤال عليكم أولاً التفكير في شكل كثير الحدود الناتج عن هذه المسألة إذن P لX يساوي الحد الأول وفقاً لما هو مكتوب في المسألة هو 24X أس 24 زائد المجموع الذي لديكم فإذا كان J يساوي 1 سيكون الناتج هو 23X أس 23 زائد X أس 25 مرة لو كان J يساوي 2 عند J يساوي 2 سيكون الناتج 22X أس 22 زائد X أس 26 ستلاحظون نمطاً معيناً في الناتج كلما ازدادت قيمة J حيث أن قيمة المعامل تتناقص كلما ازدادت قيمة J وكذلك الأمر بالنسبة للأس الأول بينما تتزايد قيمة الأس الثاني إذن كم سيكون المجموع عند J يساوي 22؟ سيكون الناتج 2X تربيع زائد X أس 46 وعند J يساوي 23 وهو الرقم الأخير يكون الناتج هو 1 ضرب X زائد X أس 47 هذه القيم وجميع القيم فيما بينها تمثل كثير الحدود الذي عليكم التعامل معه وعليكم الآن إعادة كتابته بالطريقة التي تكتب بها كثيرات الحدود عادة أي أن عليكم أن تبدأوا بالحد الدرجة الأعلى تنازلياً نحو الحد الدرجة الأقل إذن يمكنكم أن تكتبوا P لX على أنه يساوي ما هو الحد الأعلى درجة؟ لديكم X أس 47 ومعامله بعد التوزيع هو 1 إذن فالحد الأعلى درجة في كثير الحدود هو X أس 47 زائد 2X أس 46 وذلك أيضاً بعد توزيع المعامل على الحدود ثم عليكم الاستمرار حتى تصلونا إلى 22X أس 26 كما تلاحظون فإن المعامل يزداد بقيمة 1 في كل مرة بينما يتناقص الأس بقيمة 1 في كل مرة وعليه الحد التالي هو موجب 23X أس 25 أما بالنسبة للدرجة التالية فلا يوجد لديكم ضمن حدود المجموع X أس 24 لكن ذلك موجود بالفعل في معطيات المسألة إذن فالحد الأخير هو موجب 24X أس 24 ويمكنكم الاستمرار بنفس الطريقة مع جميع الحدود لديكم موجب 23X أس 23 زائد 22X أس 22 حتى موجب 2X تربيع زائد X وهذه هي أحدى طرق تبسيط كثير الحدود هذا والفكرة العامة هي أن جميع أسس X تزداد حتى الأسس 47 كما أن المعاملات تبدأ عند 1 وتستمر حتى 24 ثم تعود وتتناقص مرة أخرى والآن المطلوب من معطيات السؤال هو التركيز على جذور كثير الحدود هذا ومن السهل إيجاد أحد الجذور التي يتعين عليكم إيجادها وذلك من خلال إخراج X كعامل مشترك بين جميع هذه الحدود وبذلك يصبح P لX يساوي X ضرب X أس 46 زائد 2X أس 45 حتى 22X أس 25 زائد 23X أس 24 زائد الحد المكتوب في بداية المعادلة وهو 24X أس 23 وتتبقى الحدود في الأسفل وبإخراج X كعامل مشترك تكون النتيجة 23X أس 22 زائد 22X أس 21 حتى 2X زائد 1 والآن ستلاحظون أن X يساوي 0 هو عبارة عن جذر أي أن P لX عند X يساوي 0 تكون جذر ولكن العدد 0 ليس مهماً لأنه لا يمثل جزءاً تخيلياً فمثلاً إذا كان أحد الجذور هنا يساوي 0 فإن تربيع 0 لن ينتج عنه جزءاً تخيلياً وهذا يعني أن القيمة المطلقة للجزء التخيلي لن تكون جزءاً من المجموع ولكنها طريقة لتبسيط كثير الحدود إذن فالمهم هي جميع الجذور مع عدى صفر أي جميع الحدود داخل الأقواص وإذا بدأتم في حل هذه المسألة ستبدأون برؤية نمط معين وهو يحدث عندما تبدأون بتربية كثيرات حدود مختلفة لاحظوا أن جميع المعاملات تساوي 1 وهذا سيساعدكم في رؤية نمط معين لأن النمط يكون مختلفاً عندما تكون المعاملات مختلفة مثلاً لو كان لديكم x زائد 1 الكل تربيع فنتيجة التربيع هي x تربيع زائد 2x زائد 1 فما هو إذن ناتج تربيع x تربيع زائد x زائد 1 الكل تربيع؟ هذا التعبير يمثل مجموع جميع قوى x والنتيجة ستكون كالآتي أولاً x تربيع ضرب x تربيع يساوي x أس أربعة زائد x تربيع ضرب x ويساوي x تربيع زائد x تربيع ضرب 1 ويساوي x تربيع زائد x ضرب x تربيع ويساوي x تربيع زائد x ضرب x ويساوي x تربيع زائد x ضرب 1 ويساوي x وأخيراً عليكم ضرب 1 في جميع هذه الحدود وهكذا يكون الناتج موجب X تربيع زائد X زائد واحد والمجموع النهائي هو X أس أربعة زائد 2X تكعيب زائد 3X تربيع زائد 2X زائد واحد لعلكم تلاحظون النمط الناتج في التعبير الأول كان معامل الحد الأول عند تربيع الحدود هو واحد ومعامل الحد الثاني هو اثنان ومعامل الحد الثالث هو واحد مجددا وهذا يعني أن المعامل ازداد ثم تناقص مجددا وعند تربيع التعبير التالي أصبح معامل الحد الأول هو واحد وتزايدت المعاملات إلى اثنان وثلاثة في الحدين الثاني والثالث لكن لعلكم تلاحظون أنها توقفت عن التزايد عند الحد في المنتصف لأن المعاملات عادت للتناقص مجددا حتى وصلت إلى المعامل واحد في الحد الأخير فكان الترتيب هو واحد اثنان ثلاثة ثم اثنان واحد ويمكنكم إثبات هذه الحالة لجميع كثيرات الحدود إليكم مثالا ثالثا إذا كان لديكم اكس تكعيب زائد اكس تربيع زائد اكس زائد واحد الكل تربيع سيكون الناتج كما يلي الحد الأعلى درجة سيكون واحد اكس أس ستة زائد اثنان اكس أس خمسة زائد ثلاثة اكس أس أربعة زائد معامل ما ضرب اكس تكعيب ثم معامل ما ضرب اكس تربيع ومعامل آخر ضرب اكس زائد واحد لديكم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة حدود والحد الأوسط هو الحد حيث يكون اكس برفوعا للقوة الثالثة إذن هذا هو الحد الذي معامله هو المعامل الأعلى درجة في كثير الحدود ثم تعود معاملات الحدود بالتناقص فالحدود التالية ستكون ثلاثة ثم اثنان ثم الحد الأخير واحد لعلكم تلاحظون أن النمط يتكرر مجددا وبالعودة إلى المسألة الرئيسية ستلاحظون أن معاملات الحدود تبدأ عند واحد وتستمر بالتزايد حتى أربع وعشرين ثم تتناقص مجددا حتى تعود مرة أخرى إلى واحد وفي المثال في الأسفل فإن الحدد المعامل الأربعة هو الحد الأعلى درجة في كثير الحدود الناتج لاحظوا أن أس الحد الأعلى هو ثلاثة لأن هذا هو كثير حدود من الدرجة الثالثة وفي المثال الذي يسبقه كان أس الحد ذو الدرجة الأعلى هو إثنان وذلك لأنه كثير حدود من الدرجة الثانية أما في المثال الأول فقد كان أس الحد الأعلى درجة هو واحد وذلك لأنه كثير حدود من الدرجة الأولى في المسألة الرئيسية يتكرر هذا النمط بنفس الطريقة وأس الحد الأعلى في هذه الحالة هو 23 وهذا يعني أن هناك نمطاً عاماً يتكرر دائماً في جميع المسائل المشابهة وعليه يمكنكم إعادة كتابة المسألة بالطريقة التالية P لX يساوي X ضرب X أس 23 زائد X أس 22 زائد X أس 21 حتى زائد X تكعيب زائد X تربيع زائد X زائد 1 الكل تربية ويمكنكم معرفة ذلك من خلال النمط المتكرر في هذا النوع من المسائل حيث أن المعاملات تستمر بالازدياد حتى تصل إلى 24 ثم تتناقص مجدداً حتى تصل إلى 1 إذن لأن الحد الأعلى درجة يحمل الأس 24 فهذا هو الحد الأول بعد إخراج X كعامل مشترك وتستمر الحدود التالية بالتناقص حتى تصل إلى X أس 0 والكل تربيع وهذا هو أساس حل هذه المسألة سنتوقف هنا ونتابع الحل في الفيديو القادم